تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواذ عبر قناة سيلفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها تمضي سوق الانتقالات الصيفية 2021 نشطة بشكل أفضل بكثير من المتوقع فتقدم مستوى التطعيم ضد كورونا في أوروبا وإعلان عدة بطولات كبرى عن عودة الجمهور ونجاح بطولة اليورو 2020 جعل الأنديب تشعر بأنه عندها مساحة لتغامر ماليا وتدفع أكثر وعشان هيك قررنا نرصد في هذا الفيديو أغلى عشر صفقات في الصيف الحالي حتى تاريخ 24 يوليو 21 الصفقة الأغلى يتصدرها بلا منازع جيدون سانشو جناح مان يونايتد الجديد اللي قادم مقابل 85 مليون يورو من بروسيا دورتمون اللاعب اللي اشترى النادي الألماني قبل سنوات مقابل 10 مليون فقط ليحقق ربح كبير إلهم كما هو واضح لكنهم فعلا طوروا وجعلوا لاعب أفضل بكثير من اللاعب اللي وصلهم في الماضي من مانشستر سيتي أما المركز الثاني فلاعب آخر مر من بروسيا دورتموند واتطور هناك وارتفعت قيمته ام نتكلم عن أشرف حكيمي اللي انتقل من الانتر لسان جيرمن مقابل 60 مليون يورو ليكون أول استثمار حقيقي بقم في نادي باريس في مركز الظهير الأيمن من سنوات طويلة أما المركز الثالث فهو قلب دفاع فرنسي أوبا ميكانو اللي رايح من لايبزيك لبايرين مقابل 42.5 مليون يورو ليعوض رحيل نجمين كبيرين هما ديفيد ألابا وجورون بيواتينغ زي ما منعرف وفي المركز الرابع بيجي قلب دفاع آخر وأيضا لاعب من لايبزيك ام نتحدث عن إبراهيم كونعتي المتجه لليفربول مقابل 40 مليون يورو وما تتفاجأ لما تعرف أنه اللاعب الخامس الأغلى حتى الآن اشترى نادي أستون بيلا وذلك من نادي نورويت سيتي مقابل 38.5 مليون يورو ام نتكلم عن الجناح الأرجنتيني إمليانو بوينديا أما المركز السادس فأرجنتيني آخر وتألق بكوبا أمريكا دي باول لاعب خط الوسط اتجه من أودينيزي لأتلاتيكو مدريد مقابل 35 مليون يورو بعد فعالية رهيبة أظهرها في الموسم الأخير في الدور الإيطالي أما المركز السابع فلادي المشتري هو الاستر سيتي اللي اشترى مهاجم واعد من نادي ريدبول سارسبول ومنتحدث عن باتسون داكا المنطق المقابل 30 مليون يورو بعد أرقام هجومية رهيبة حققها في الدور النمساوي ومن الجميل نشوف نادي ميلانو بيستعيد طموحه بيستثمر بسوق الانتقالات من جديد وبشان هيك عم نشوفه في المركز الثامن هو بيتعاقد مع المدافع توموري مقابل 29 مليون يورو بعد قضاءه لفترة معهم على سبير الإعارة من تشيلسي مارسيليا أيضا هذا الصيف نشيد جدا قام بعدة صفقات أبرزها البرازيلي جرسون اللي بيجي في المركز التاسع في قائمة الصفقات الأغلى لاعب خط وسط واعد للغاية قادم من نادي فلمينغو مقابل 25 مليون يورو أما الصفقة العاشرة فبطلها كريستال بلس اللي اشترى المدافع مارك جيهي مقابل 23 مليون يورو من تشيلسي عشان يصير ثالث أغلى لاعب في تاريخهم وطبعا هذه الصفقات الأغلى حتى الآن لسه قدامنا شهر واسبوع ممكن يتغير فيها شوية أسماء ما زال في نقاش عن بوكبا عن لاعب ساسولو لوكاتيلي وحتى ربما يكون عنا صفقة قياسية جدا لو راح هاركين على مانشستا سيتي خلونا نشوف مين حيكون عنا أغلى صفقة بعشرين واحد وعشرين وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتركوا لايك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة